اشتركوا في القناة الملك المعظم وبمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورفعت بعثة مملكة البحرين للحج برئاسة فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة لما تبذله من جهود كبيرة في تسخير كافة الامكانيات وتوفير اعلى درجات العناية بضيوف الرحمن وثمن فضيلة الشيخ القطان خلال ترأسه ملتقى الحج السنوي الاستراتيجية التطويرية التي تنفذها وزارة الحج والعمر السعودية لتحقيق اعلى مستويات الجودة والتميز في خدمة حجاج بيت الله الحرام مؤكدا عودة حصة الحجاج البحرينيين كما كانت قبل الانتشار العالمي لجائحة كورونا وهي 4625 حاجا وحاجة هذا واعلن رئيس بعثة مملكة البحرين للحج انه يمكن للراغبين اداء فريضة الحج لهذا العام البدء في حجز اماكنهم في حملات الحج المرخصة مشيرا الى ان اخر موعد للتسجيل في المسار السعودي هو التاسع عشر من مايو المقبل مشددا على ضرورة التزام اصحاب الحملات بالتوجيهات سواء تلك الصادرة عن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمر او الصادرة عن وزارة الحج والعمر بالمملكة العربية السعودية